موسيقى السلام عليكم ورحمة الله كانت البداية حملة أمنية لعادة المؤسسات الحكومية الواقعة تحت سيطرة الفصائل للجهات الحكومية التي تتبعها في مدينة تعز لكن الحملة كادت أن تتطور إلى أمر آخر يضع تعز على صفيح ساخن استدمت الوحدات العسكرية والأمنية بما يعرف بكتائب أبو العباس التي تسيطر على معظم تلك المؤسسات وترفض تسليمها وتحولت الحملة إلى حرب صغرى في شوارع مدينة تعز سقط خلالها عدد من المدنيين والعسكريين لكن الموقف الذي يمكن أن يشكل منعطفا خطيرا هو ما يراه البعض محاولة لتكريس الوضع القائم وجعله حقيقة نهائية في المدينة التي لا تزال تخوض حربا مكلفة مع مليشيات الحوثي المتربصة على التخوم قبل توقيع الاتفاق كان البعض يقول إن ما حدث خلال الأيام الماضية قد يكون مقدمة لما تحاول أطراف خارجية العمل عليه في تعز منذ فترة طويلة وتتمثل بجر المدينة إلى صراع بين فصائلها في إطار مشروع أكبر يستهدف تمرير بعض المخططات التي بقيت محل رفض القوى الفاعلة في محافظة تعز طوال الفترة الماضية فهل ينجح الاتفاق المعلن بإيقاف المواجهات ومنع تطور المشهد أم أنه سيبقى حبرا على ورق خصوصا وأن كتائب أبو العباس كانت تعلن استعدادها لتسليم المؤسسات حتى وهي تخوض مواجهات مع السلطة المحلية هل حققت الحملة الأمنية في تعز أهدافها وإلى أين يمكن أن تذهب الأوضاع في تعز هذا ما سنناقشه هذا المساء مع المحل السياسي الدكتور فيصل علي من كولولنبور والناشط الصحفي أحمد الوافي من عدن والبداية مع السؤال المشترك مع الأستاذ أحمد الوافي من عدن أستاذ أحمد هل يمكن أن ينجح هذا الاتفاق وتعود المياه إلى مجاريها في تعز أستاذ أحمد أعتذر منك هناك إشكالية في الأقمار الاصطناعية سنعود بك الأتصال ولكن أنتقل بالسؤال إلى الأستاذ الدكتور فيصل علي حتى يتم إصلاح هذه الإشكالية دكتور فيصل إذن السؤال هل يمكن أن ينجح هذا الاتفاق وتعود المياه إلى مجاريها في تعز دعنا في البداية نترحم على أرواح الشهداء الشهداء الجيش الوطني وقوات الأمن والشهداء المدنيين الذين قضوا في هذه الاشتباكات التي لم نكن نأملها ولم نكن نريدها لا في تعز ولا في غير تعز ودعنا كذلك نحيي جماهير الشعب اليمني الذين هبوا للحديث والخوض فيما تعلق بتعز فتعز هي قزء من اليمن وهي هم لكل يمني وهي قضية كل يمني أينما كان بالعودة إلى سؤالكم أخي الكريم هناك يعني هو اتفاق جيد بين قيادة المحافظة وكتائب أبو العباس نأمل أن لا يكون حبرا على ورق كما يتخوف الناس الاتفاق بشكل عام جيد لكن هناك حقيقة مخاوف من أن تستغل ثغارات في هذا الاتفاق وأن يتم مثلا تطبيقه من يعني ويتم رفضه من قبل بعض الفصائل أو بعض العناصر المطلوبة أمنيا والتي تؤويها كتائب أبو العباس في مناطق الجمهوري والقحملية وغيرها من المناطق وفي تعهزة القديمة هذه المخاوف أيضا هناك مخاوف أخرى هذه العناصر الأمنية عفوا العناصر المطلوبة أمنيا هي تتبع أجهزة أمنية سابقة أجهزة النظام السابق سنخوض بالتفاصيل دكتور فيصل نكتفي بهذه الإجابة سنخوض بالتفاصيل دكتور فيصل ولكن أكتفي بهذه الإجابة للسؤال المشترك وأعود للأستاذ أحمد الوافي عبر الرقمار الصناعية من عدن أستاذ أحمد كنت قد سألتك حول الاتفاق هل سينجح بين كتائب أبو العباس والسلطة المحلية في تعز أعتقد بأن المسألة ليست مسألة بسيطة هي تراكمة لثلاث سنوات من أخطاء دائمة لمسألة المضي خارج إطار مؤسسات عسكرية وأمنية هناك مليشيات أبو العباس هي مليشية طبعا وليست كتائب خارج نطاق الجيش الوطني بالتأكيد وهناك مليشيات تلبس رداء الجيش الوطني وتسمي نفسها بالجيش الوطني وهي الأسف الشديد هي مليشية تستخدم المؤسسات وتستخدم حيبة الدولة وتستخدم مؤسسات الدولة وتريد أن تصفي أطراف لصالحها هناك مشكلة كبيرة هذه كانت للأسف الشديد نتيجة عدم المضي في العمل العسكري والمؤسسي منذ البداية والتي رفضته بعض الأطراف رغبة منها لتنفيذ أجندتها ولعمل ترتيبات في صفها وترتيب أوضاعها ودمج الكثير من الأسماء المدنية والأسماء الغير موجودة والوهمية في صفها نحن أمام مشكلة نحن نقول وكان المشكلة هي أبو العباس أبو العباس هو مشكلة حقيقية من ضمن مشاكل تعز من ضمن الأطراف القائمة هناك لواء صعالي هناك لواء حاسم هناك كتائب متفرقة والألوية التي هي من فصائل حزبية معينة والتابعة لأطراف معينة بداخل السلطة هي ضمن مشكلة كبيرة نحن نقول بأنه إذا ما أدنا حلول يزرية يجب أن يتم تسليه مؤسسات الدولة إلى مؤسسة حقيقية يتم إعادة هيكلتها وإعادة تغيير القادة فيها وإقامة مؤسسات فيها أدنى أدنى شروط العمل المؤسسي كمؤسسة أمنية وعسكرية نحن نضحك على أنفسنا عندما نقول قيشة وطنية نعتقد بأن هناك الوطنيين موجودين لكن كمؤسسة جيش ومؤسسة أمن لا تقالب الإطلاق لا في تعز ولا في مناطق أخرى طيب دكتور فيصل إذن الأستاذ أحمد يقول بأن المشكلة ليست متمثلة فقط في أبو العباس وميليشيات أبو العباس ولكن هناك أيضا مشكلة أخرى في الفصائل الأخرى والألوية الأخرى التي تتبع الجيش الوطني ولا يوجد أصلا جيش وطني وإنما نضحك على أنفسنا كما يقول قد يكون هناك مشاكل كثيرة كما تفضل الأخ أحمد لكن الاتفاق الذي وقع الليلة والذي نشر واضح وبنودة واضحة بين كتاب أبو العباس وبين قيادة المحور كما قال في تمثيل التوقيعات هناك مشكلات قد تحدث هنا وهناك لكن اعتبار أن ليس لدينا جيش وطني هذا مقرد من المصداقية هناك اختلالات لا ننكرها هناك ضعف في بعض المناطق العسكرية وهناك عوامل قوة وعوامل ضعف لكن هذا لا يعني أننا ليس لدينا مؤسسة عسكرية لدينا مؤسسة عسكرية نشأت من الصف تم تقنيد أفراد المقاومة وكانوا هم السباقين في الدفاع عن تعازوا عن غير تعازوا عن القضية اليمنية اليوم هناك من يريد معاقبة هؤلاء الناس الذين ضحوا منذ البداية وتركوا أعمالهم وأشغالهم وذهبوا للمقاومة والدفاع عن شرف هذه الأمة من الذي يريد أن يعاقبهم دكتور فيصل؟ من يقول أنهم ليسوا جيشا وطنيا ومن يتهمهم أنهم مقرد مدرسين أو أنهم مقرد كذا فعلا هم مدرسين وهم من تخصصات مختلفة طيب وهندسة ومختلفة تخصصات عندما نزلت الميليشيات وطغت وتقبرت لم يجد المواطن اليمني من يحمي غير هؤلاء كانوا مقاومة ثم تم إدراجهم تحت ألوية الجيش الوطني هناك لا شك أن هناك بعض الثغرات وبعض الاختلالات يجب معالجتها معالجة عسكرية حقيقية هناك نقص في العتاد نقص في التدريبات نقص في المهام العسكرية كثيرة ونقص في الأسلحة التي يقاومون بها يجب أن يتم إكمال هذا النقص وإصلاح الخلال في أي لواء عسكري كان نحن لا ندعي أن لدينا جيشا مثاليا لدينا جيش تكون خلال هذه الثلاثة السنوات فيه من الضعف وفيه من عوام القوة علينا التسديد والمقاربة وعدم طمس الحقائق وعدم مجانبة الصواب نكاية تنبيسين أوصاد من الناد نعم طيب أستاذ أحمد الألوافي كتائب أبو العباس أعلنت منذ اليوم الأول بأنها مع هذه الحملة وأنها ستسلم مؤسسات الدولة برأيك لماذا خاضت هذه المواجهات التي استمرت لمدة ثلاثة أيام ورح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى معظمهم من المدنيين بالتأكيد أبو العباس وكفصيل كتائب لديه مصالحه الخاصة لديه ارتباطته الخاصة كغيره ارتباطة خارجية تمثل بدول أو معينة مثل ما ارتباطة الجهة الخارجية وكلها في دول خالجية للأسف الشديد وإقليمية ودولية نحن نقول أنا أتحدث الآن وأوقب على كلام الدكتور فيصل علي وأقول أنا أتحدث وأنا من أول يوم أعرف بناء المؤسسة الأمنية الناس الذين نظلوا وقاوموا من أول يوم أعلن اللواء 35 كنت في داخل اللواء من الساعات الأولى في إعلانه يعني كأول لواء في اليمن لإنضمامه للشرعية والمجلس العسكري كنت في الساعات الأولى التأسيسه في داخل تعز وأعرف ما مدى كانت لدى اليمنيين فرصة حقيقية لبناء مؤسسة أمنية يعني وعسكرية منذ البداية بعدما عاشوا عقودا طويلة بين مؤسستين عسكريتين ولاءها لأشخاص كانت الفرقة الأولى مدرع تتبع أطراف وكان الحرسة الجمهورية تتبع أطراف وظل القادة العسكريين الوطنيين يوزعون بين هؤلاء كتابعين وكان فرصتنا بأننا نجمع مثل هؤلاء القادة الوطنيين وأن نعطيهم دعم السياسي الكامل لانطلاق في بناء مؤسسة عسكرية مهنية تحمي الوطن وتحمي المكتسبات الثورية سورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر و11 فبراير لكن للأسف الشديد هناك كان إصرار لعادة المؤسستين السابقتين فتأسست الفرقة ولمدرع بشكل أسوأ مما كانت عليه وسيأتي الحرس الجمهوري كردة فعل لهذا الأمر وتنسيق كبير بين الأطراف التي تلعب لعادتنا إلى مربع ما قبل 2011 نحن عندما نقول بأن الجيش لا جيش وطني لا يعني هذا لا يوجد مقاتلين شرفاء يدافعون عن شرفهم وعن كرامتهم في الميادين هؤلاء الذين يضحون ويرواحهم ليلا ومساء من أقل كرامتنا لكن هناك قادة للأسف الشديد يتاجرون فيهم هؤلاء القادة الذين يتاجرون فيهم هم ليس مؤسسة عسكرية المؤسسة العسكرية هي بنية متكاملة يعني الفرد أستاذ أحمد اسمح لي فقط في نقطة يتحدث الكثير بأن الحملة الأمنية هي من أجل استعادة مؤسسات الدولة ومن يتمنع على الأقل في هذه الحملة التي انطلقت في تعز هي كتائب أبو العباس التي تتخذ معظم المؤسسة ضمن المربع الذي تحكمه كتائب أبو العباس فلماذا يتم حشر بقية الألوية وفصائل الجيش والمقاومة ومقارنتها بأبو العباس يا سيدي هذه حادثة أبو العباس واحدة من مئة الحوادث التي استمرت ثلاث سنوات يعني هذه الأحداث المتالية من الأداء الميليشيوي التي يتم فيه هنا بممتلكات الناس التي يتم فيها الاعتداء على الممتلكات دولة الاحتفاظ على المؤسسات العامة لدينا مئة مؤسسات المدنية تحت سيطرة كل الأطراف وصارت كأنها الممتلكات العامة والمؤسسات العامة وكأنها فيد لهذه الأطراف ونسمي الأطراف كأنها قيش وطني لا أعتقد بأن هناك قيش ومؤسسة عسكرية تمتلك أربعين ألف عسكري يعني قندي قيش وعشر ألف آمن ويتم فيها سرقات الكابلة تحق الكهرباء وسرقات الممتلكات الناس من الشوارع نحن نقول بأن أبو العباس واقه الحملة والتكب قريمة إذا كان هناك عناصر خارجة عن إطار الدولة وحتى عن الجيش الوطني ولا تأتمر بأوامر الجيش الوطني وتقوم بعمل فوضى أو سرقة أو ما شابه ذلك في تعز لماذا نلسك كل هذا التهم بالجيش الوطني الذي تشكل مثل ما قال الدكتور فيصل من المهندس والطبيب والمدرس ومن أبناء تعز العاديين الذين خرجوا يدافعوا عن مدينتهم إذا قلنا هذا الكلام سيرد عليك مثلا أبو العباس وأنا لست ناطقا باسمه سيقول لك من قاموا بمواقهة الحملة الأمنية هم أشخاص لا يمتثلون لي وسنكون بنفس الكلام المؤسسة العسكرية هي أوامر ومن لم ينتثل العاقب ومن لم يقوم بأداء واجبه يطرد من العمل الأسكري نحن في مرحلة لا تحتمل مزيد من الأخطاء نحن نقول بأنهم هم من يقوم بالعمل يعني بالقرائم هم قريبين من قادة كلهم ومحميين من القادة بل أبناء القادة بكر صادق علي سرحان هو ابن قايد اللواء 22 وهو ينهب الناس وهو من يقب عبد القوي سرحان مثلا بالاسم أنا لا أتحفظ على أحد يعني يتم نهب ممتلكات الناس من هؤلاء الأشخاص ما يقوم فيه من قادة ومن قادة كتائب ومن ناس محسوبين على الجيش الوطني ومحسوبين على الأمن للأسف الشديد يقوم بأعمال مواثلة نحن لا نقول بأنه يعني نبرر ما قام به أبو العباس لا أبو العباس ارتكب قرم في مواقهة قرار المحافظ وليس في مواقهة مؤسسة عسكرية المحافظ للأسف الشديد كان يفترض به بأن يقوم بعمل التغييرات اللازمية في المؤسسة العسكرية والأمنية قبل أن يقول بأن لدي مؤسسة عمنية عسكرية حتى تكون هناك في يعني الأقل بناء نوع من الثقة بعدما فقدت الثقة في السنوات من قادة لا يستطيع أن يحرروا تعز ولا يحفظوا الأمن والاستقرار طيب دكتور فيصل إذن الأستاذ أحمد يقول كان يفترض على محافظ أن أولا مبدئيا أبو العباس هو واجه قرار المحافظ ولم يواجه المؤسسة الأمنية والعسكرية وكان يفترض على المحافظ أن يقوم بتغييرات في يعني قيادة المؤسسات العسكرية والأمنية ومن ثم يذهب إلى يعني السعادة مؤسسة الدولة ومحاسبة أبو العباس وغيره هناك اختلالات أمنية لا شك وتحدث عنها الأخ أحمد وهي اختلالات صحيحة وموجودة في مختلف المربعات داخل المحافظة تعز هناك قوة عسكرية في قوة قيش وطني لكن المشكلة الأمنية واضحة ولا تحتاج مواربة كان الأحراب المحافظ أن يدعم الجهود الأمنية ويدعم يعني وجود الأمن في مختلف المربعات وأن تتفرغ القوات الجيش الوطني لمواجهة الحصار ولمواجهة قوات الحوثي التي تحاصر هذه المدينة الاختلالات الأمنية بحاجة إلى عمل شاق ليس هناك عمل استخباراتي في كامل أنحاء الجمهورية اليمنية في الجهة التي تمثلها الشرعية هي أجهزة الأمنية الأمن القومي الأمن السياسي الاستخبارات العسكرية هذه أجهزة مهمة وهي تساهم بشكل كبير في حفظ الأمن حفظ الأمن اليوم هو مطلب الجماهير جميعا الناس الذين يذهبون ضحية وتذهب ممتلكات الناس بأيدي هذا الطرف أو بأيدي تلك العصابة أفراد من هذا اللواء يعتدون على مواطنين ويقتلونهم وينهبونهم هذا كلام مرفوض يجب أن تفعل الأجهزة الأمنية المحافظ أصدر القرار باسم اللقنة العسكرية وأبو العباس لم يمتثل لللقنة العسكرية والأمنية ولم يلتزم للمحافظ ربما يعني هو من البداية صرح تصريحات وخرج بتسجيل صوتي يرفض هذه الحملة أخطأ في تقديري في هذا الرقل أبو العباس هو قوز من القيش الوطني ويجب استيعابه ولا يجب إقصائه يجب يعني على المحافظ وعلى العقلاء في تعيز أن يخرجوا العناصر المطلوبة أمنيا سواء كانت مع أبو العباس أو مع فلان أو سين أو صاد من الناس أنا لا تهمني الأسماء ولا المسميات ولا الأطراف تهمني تعيز كما طيب دكتور بيصل إذا كان إذن أبو العباس وكتاب أبو العباس فصيل من فصائل الجيش الوطني وينتمون للمؤسسات العسكرية لماذا إذن كل هذه الحملة التي تشيطن أبو العباس وتقدم بأنه إرهابي ومن يتبعونهم إرهابيون في تعز ليس أبو العباس إرهابي وليس كل من يتبعونه إرهابيون أبو العباس لديه دابعين من كل الفصائل لديه ناصريين وإصلاحين وإشتراكيين ومن كل الناس ولديه من المستقلين وهناك عناصر مطلوبة أمنية نقب أن يسلمها كثير من عناصر أبو العباس لا علاقة لهم بالإرهابي لماذا نتهم الرجل بكل هذه الاتهامات هناك اتهامات أقنبية أو اتهامات خليقية ضد الرجل لكن في الحقيقة أبناء تعيز يعرفونه وليس بذلك السوء أنا لا أدافع هنا عن أبو العباس ولا أدافع عن فصيل أو فصيلة معينة أنا مع الحملة مع استمرار هذه الحملة وعدم التراخي وعدم التراغع وعدم الحيادية من قبل الأحزاب السياسية وقبل النشطاء وقبل المثقفين يجب أن يواقه الإرهاب بحزم وبعزم وبقوة على جميع الأطراف على جميع النخاب والأحزاب وإدارة السلطة المحلية أن تقف بحزم والناس كلهم يقفون نفس الموقف عن هذه الأحداث الإرهابية هذه الأعمال القنائية التي تتسبب بها بعض العناصر المتطرفة هنا أو هناك يجب أن تأخذ على يدها يجب أن تضرب بيد من حديد وهذا ما يجب أن يتفق عليها الناس لإقراق تعز من محنتها نحن يعاني أهلنا في هذه المحافظة من اختلالات أمنية ومن أعمال إرهابية علينا أن نساعدها ولا أن نكون قد من المشكلة علينا أن نساهم في الحال نعم طيب أستاذ أحمد الوافي يعني من المعروف أن كتائب أبو العباس تضم في طياتها البعض من المطلوبين أمنيا للجهة الأمنية ومتورطين في عملية اغتيال وغيرها برأيك إذن لماذا كل هذا الاحتشاد وراء موقف أبو العباس على التحفظ على هؤلاء وعدم تقديمهم للعدالة المطلوبين أمنيا هم بجوار كل القدرس كريم في دخل تعز قال الفرين من السجون تم إسعابهم بدون أي استرافقية أو بدون أي رؤية لإسعابهم بشكل قدر مخاطرهم بحيث يكونوا بفرد نعم أستاذ أحمد في مشكلة أستاذ أحمد أعتذر منك للمرة الأخرى إن شاء الله يتم حلها أعود للدكتور فيصل علي دكتور فيصل إذن برأيك يعني الاحتشاد وراء دعم أبو العباس وأنت أيضا يعني تبرع أبو العباس من الإرهاب لكن ما هو مؤكد ويتحدث فيها الجميع بأن هناك عناصر مطلوبة أمنيا لماذا يتحفظ أبو العباس على هذه العناصر المطلوبة أمنيا وقد أيضا تم تصنيف أبو العباس بأنه في قائمة الإرهاب إذا تم تصنيف أبو العباس في قائمة الإرهاب هذا السؤال يوجه لفخامة رئيسة الجمهورية لماذا تم تعيين هذا يعني منح هذا الرجل رتبة عسكرية والاحتفاظ به في قوائم في قوام الجيش الوطني وفي تعداد الجيش يعني في تعداد اللواء 35 لماذا لا يتم الاستغناء عنه إذا كان إرهابيا ويتم محاسبته هذا السؤال لا يوجه لي أنا هناك اتهامات يعني تم تصنيفه من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لكن في حقيقة العمر أبو العباس ما زالت الإمارات تغازله وترسله المحونات العسكرية وتدعمه من بداية 2015 واكتسب الكثير من الذين يقندهم خلفه لأن لديه المال وهذه حقائق معروفة أعرفها كل يعني من أين له هذا المال من الإمارات العربية المتحدة تدعمه وتدعم كثير من العناصر التي تحولت كانت تابعة لأجهزة علي عبد الله صالح الذي قتله الحوثيين نهاية العام الماضي تحولت هذه الأجهزة مع بقى أحمد علي عبد الله صالح في الإمارات تحولت إلى ملكية خاصة تتبع الإمارات تدير هذه الشبكات التي كانت تابعة لنظام صالح عن طريق عمار صالح المتواجد المتنقل ما بين عدن ودبي هناك عمل استخبارات كبير بين كثير من هذه الأطراف الإمارات كما قلنا دعمت أبو العباس لكنها لم تدعمه الدعم الكامل لأنها لا تثق فيه افتقال كاملة ولذلك حتى وهم يصنفونه إرهابيا لم يطلبوا من السلطة الشرعية إزاحته من مكانه كيف يمكن فهم هذه النقطة دكتور فيصل دكتور فيصل كيف يمكن فهم هذه النقطة التي تحدث عنها بأن الإمارات تدعم أبو العباس بالمال والسلاح في الوقت الآخر تتهمه بالإرهاب من الذي يدعم الإرهاب الدولي غير شبكات الاستخبارات العالمية يريدون بقاع الإرهاب هنا أو هناك ويدعمون بعض الجهات حتى يتمكنوا من تنفيذ أجنداتها من الذي دعم أسامة بن لادن في أفغانستان غير الولايات المتحدة وهي التي حاربت نفس الحكاية اليوم يدعمون هذا الفصيل ويدعمون ذلك الفصيل ويصنفونه إرهابيا للمستقبل حتى إذا قضوا غرضهم منه ربما حاسبوه وربما نكلوا به على أبو العباس أن يكون أكثر حرصا على تعيز وعلى أهالي تعيز وعلى سمعته هو كشخص وكطالب علم درس عند الشيخ مقبر رحمة الله عليها أن يعود إلى وعيه وأن لا ينساق وأن لا ينقر وراء العناصر الإرهابية وأن لا تذهب به الأطماع بعيدا عن ما يعانيه أهل تعيز أبقى لأبي العباس ولكل الفصائل ولكل الكتائب ولكل ألوية الجيش الوطني من أي دعم أجنبي أو أي دعم خارجي أو أي محاولات للنفاذ إلى هذه المدينة التي لم يستطع الحوثيين ولم تستطع قوى الانقلاب على هذه المدينة ببسالة أبنائها وببسالة هذا الجيش الوطني وببسالة فصائل المقاومة مجتمعة ما نتمنىه لتعيز هو أن يجتمع الجميع على كلمة واحدة وأن يتم التخلص من العناصر المطلوبة أمنيا في اللواء 35 وفي اللواء 170 بالأمس الأفراد من اللواء 170 يعتدون على تاجر من قرية ويقتلونه ويقتلونه ويصيبون أخاه وينهبون بيتهم هناك اختلالات في كل المربعات نحن لا نتهم فصيل واحد ولا نتهم جماعة واحدة طيب دكتور فيصل هناك عناصر أمنية عناصر مطلوبة أمنيا في كل المربعات طيب هناك من يقول دكتور فيصل أن ما حدث خلال الثلاثة الأيام الماضية في تعز من اشتباكات وعنف هو بداية لتحويل تعز إلى اقتتال داخلي إلى جبهة عنف فيما بين أبناء تعز من أجل التهيئة لما يسمى بالحزام الأمني على تعز ما رأيك بهذا الطرح؟ ولماذا لا يكون هذا الطرح صحيحا؟ هناك مخاوف من وجود حزام أمني معروف أن أبناء تعز رفضوا الحزام الأمني ورفضوا دخول قوات طارق إلى تعز وقاموا بمظاهرة لأبناء الشهداء في الفترة الماضية وكانت نتائجها عكسية على من يريدون إقحام تعز في معامة أخرى ربما يراد من فصيل أن يكون حزاما أمنيا لكن في الحقيقة تعز ليست حاضنة لحزام أمني ولن تكون حاضنة لحزام أمني وهي حاضنة لقيشها ولمقاومتها التي تشكلت من أبناء هذه المدينة من أبناء الحارات وابناء الأرياض الذين توافتوا للدفاع عن المدينة لا يمكن تشكيل حزام أمني في تعز لا يمكن إرغام تعز ولا أهالي تعز على حزام أمني بالعكس أثبتت الاستخبارات الأقنبية التي تعمل في تعز أنها هشة وأنها ضعيفة وأنها لا تستطيع أن تفرض الحلول الأمنية والحلول القمعية تعز لا تشبهها كثير من المدينة لماذا كل هذا التخوف دكتور فيصل لماذا كل هذا التخوف من إنشاء حزام أمني إذا كان هذا الحزام الأمني ربما يحفظ للمدينة أمنها ويضبط الاغتيالات والعمليات الإرهابية في تعز ويحكم المدينة لماذا لا يتم دعم قوات الأمن وهي أكثر من 10 ألف كما تحدث الأخ أحمد قبل قليل لماذا لا يتم دعم الشرطة العسكرية واجهزة الأمن والنظام وقطاع الأمن العام لماذا هناك فعليا لدى القيش ولدى الأمن في تعز ما يسمى بحزام أمني يدعم هذا الحزام لماذا يأتون بفصيل تابع للإمارات العربية المتحدة كما فعلوا في عزن وفي شبوة وفي حضر موت في تعز ما يكفي وزيادة طيب أستاذ أحمد الألوافي إن شاء الله تكون الآن يعني الاتصال معك يعني واضح وتسمعنا يعني بشكل أوضح إذن الدكتور فيصل يقول ما حاجة إنشاء حزام أمني في تعز على يعني طرح من يقول بأن ما حصل في الأيام الماضية في تعز كان يراد أن تتحول تعز إلى ساحة حرب واقتتال فيما بين أبناء تعز للتهيئة لعمل حزام أمني كان رأي الدكتور بأنه لماذا لا يدعم القوات الأمنية والعسكرية في تعز وتعز لا تحتاج إلى حزام أمني تدعم هذه الأجهزة وستضبط الأمن في تعز أولاً الكلام عن حزام أمني في تعز هو كلام فيسبوكي ولا يقد أصلاً حوارة حول هذا من جهات رسمية بحسب علمي وحسب بحثي لكن أنا أقول بأنه عدم وجود مؤسسة أمنية قادرة على حماية المجتمع ستعطي فرصة لتدريب أي قوة لحماية المجتمع للأسف الشديد نحن نقول بأنه الدعم متوفر لدى الجهاز العسكري والجهاز الأمني ولديهم الفرصة باتخاذ كثير من التدابير لعمل لتفعيل دورهم حتى بدعم مجتمعي وإسند مجتمعي هناك لا يوجد توقع حقيقي أي دعم تتحدث عنه سيد أحمد السلحلي في هذه النقطة دعنا أستكمل دعني أستكمل في هذه الجزئية فقط دعني أستكمل أحمد سأعطيك الوقت في هذه الجزئية أريد جواباً منك استضفنا أكثر من مرة الجهات الأمنية في تعز ويشتكون يبحثون حتى عن عربة أو طاق معسكرية تحركون فيه إلا تجد أدنى المعدات التي تثبت وجودهم ويتحركوا عن طريقها من أي ضبط الأمن للأسف الشديد حتى المعدات التي يستلمها هي تسلم لأفراد ويتم تصرف فيها لأفراد وأنا عندي معلومات مؤكدة من هذا الكلام أنا أقول بأن وجود عشر ألف فرد بداخل الأمن والموجودين الفعليين يقلوا عن ألف فرد فعلاً مدنياً هنا الرواتب التابعة التي تسأل فالتي تذهب إذا حجزت كرديات وأنا كان فيه معانا لقاء مع وزير يعني ووكيل وزارة الداخلية عبدالله حقابر واتفقنا بأن تكون رديات لصالح إدارة الأمن بالمحافظات لعمل فيها لتصفيتها بحسب نظام مالي دقيق وبلجنة مشتركة من إدارة الأمن والسلطات المحلية ووزارة الداخلية ووافق على هذا الكلام في ظل بوجود بالفعل في إدارة حقية لكن هؤلاء الناس هم جندوا أفرادهم ليستلموا رواتب وهم مغتربين وبعضهم في أماكن إذا وجد المسؤول الذي يسعى لإيجاد الحلول هو سيبحث عن أفراد الأمن الحقيقيين اللي رافضين العودة لأن هناك كثير من المدنيين حدود أربعمائة شخص تم إعطاهم رتب ما بين رتب يعني مساعد إلى رتبة رائد ومقدم وهم مدنيين ومعظمهم مطلوبين أمنيا تم إعطاهم مناصب أمنية وتقلدوا مناصب أمنية من المؤسف جدا بأن القيادة الذور الخبرة رفضت أنها تعود مقددا أنا أتكلم على هذا الجزء الجزء الثاني بأنه أنا أقول مسألة الدعم مسألة الدعم هي تظهر الآن في المعارك القانبية بأنها تتوفر لدينا الزخائر ولدينا الأطقام ولدينا العتاد ولدينا الاستعداد لأننا نحارب بزد حرب قادمة داخلية بشكل كبير من أين تتهدي الدعم؟ نحن نقول بأن عندما تبدأ أستاذ أحمد نقطة مهمة البعض مثلا الكثير من أبناء تعز أو حتى من المنتمين للجيش الوطني والجهة الأمنية تحدثوا أكثر من مرة يعني لماذا كل هذا الدعم كمدرعات وأسلحة نوعية وأيضا دعم مالي ومادي لأبو العباس على الجانب الآخر القوات الأمنية والمحور تعز ومن يمثلون الجهة الأمنية والعسكرية الرسمية لا يتم دعمها برأيك لماذا؟ يا سيدي هذه هي أورق سياسية ويعرفها كل الأطراف السياسية في داخل تعز تعز حسبت على طرف معين وهو حزب الأسلاح للأسف الشديد وهناك رغبة إقليمية لمحاولة إيقاد التوازن بإيقاد فصائل يعني مناهضة كون الإصلاح يتحكم بجميع مفاصل الدولة ويدير أكثر الإدارة العسكرية هذا التوازن يأتي في دعم بصائل متهمة بالإرهاب وتقويم العديد من المتهمين ومطلوبين أمنيا اسمح لي أكمل لك وأنه عندما أعطي فرصة تعز فرصة بأنها تقاوم وتستلم الدعم كبير في بداية الأمر لكنها ذهبت به لعمل ترتيب أوراق داخلية وترتيب قوى قدرتها وقوتها وبناء مليشيات خاصة فيها باللباس عسكري هذا ما استدعى أطراف دولية للأسف الشديد بأنهم يحدثوا التوازن وهناك ما قلت لك عدل القادم أسوأ قد ربما نشوف بأن الخطر سيكون قادم هنا المشكلة ليست مشكلة أبو العباس ولا مشكلة فصيل لدينا الوياء خاصة بأفراد لدينا اللواء الصعالي لصاحبي عبدالله أحمد علي لدينا اللواء 22 لصاحبي صادق علي سرحان لأنه لا يدار بشكل أسكري وليس لديه مهنية من متى كان عبدالله أحمد علي صاحب لواء الصعالي هل هذه رتبة جديدة على هذا اليوم منك؟ واليوم 170 تابع الشيخ عمد سيدا أجمني على هذا الجزية ودعني أنتقل للدكتور فيسول عبدالله أحمد علي الآن قائد اللواء الصعالي كما تقول عبدالله أحمد علي العديني قائد اللواء الصعالي في إشكالية أدري ما هي الأسباب اليوم في التواصل فصائل تطبع أطراف أحمد أتمنى أن أعيد الكلام لأنه صوتك انقطع أقول لك بأن لا وجود لمؤسسة عسكرية ومؤسسة أمنية على الإطلاق وهذا للأسف الشديد يضع المخاطر الأمنية فيها يعني هاجس لكل القوى السياسية المحلية والإقليمية كون الملف الأمني يعتبر هو نصف التحرير في محافظة تعز للأسف الشديد هناك تهاون هناك استخدام لكل الأوراق استخدام لأوراق الإرهاب استخدام لأوراق الاغتيالة السياسية استخدام لملفات الخدمات استخدام للملف العسكري والأمني يعني في داخل تعز لأطراف واستخدمت تعز كورقة سياسية لكل أطراف اللعب فيها من الذي سمح لهم هو الذي رفض العمل المؤسسي العسكري من أول يوم علينا أن نتكلم على المسببات والتراكمات التي حدثت خلال ثلاث سنوات ولا نصرخ من النتائج وبعدها نقول أكررت سيناريو ما حصل في عمران كررت سيناريو ما حصل في داخل صنعة أنا أقول بأنه ستتكرر سيناريوهات أصعب الآن نحن أمام خيارات صعبة إما نقبل بخمسين جندي لا يقدموا أي خدمة للمواطن التعزي من خدمة أمنية ومن تحرير أو أننا نقبل بوجود قوة طارق قتلة الثوار وأحد الأطراف منظومة صالح أنه يعود من قديد أو نسلم للحوثيين هنا خيارات صعبة من وضع نحن في هذه الخيارات هو من استخدام المؤسسة العسكرية مظلة لمليشياته واستخدمها للكسب والترزق ولذاتيب الأوراق ولأخذ الرتب المعينة ولإزاحة الناس المخلصين من داخلها 1800 فرد من فصائل متعددة 1800 فرد من فصائل متعددة تم إسقاطهم ومن بينهم شهداء وقرحاء للأسف الشديد حتى يعودوا يتوصلوا لأشخاص من أطراف معينة بأن يعودهم ويبقاهم مرتهنين هذه ليست مهمية وليست معركة حقية نعم طيب دكتور فيصل إذن الأستاذ أحمد يقول للأسف الشديد هذه كلها أرقام وهمية لمن ينتمون للجيش الوطني والبعض استخدم المؤسسة الأمنية والعسكرية والشرعية غطاء لتنفيذ مخططات سواء كانت حزبية أو من أجل الفساد أو ما شابه ذلك ومعظم ربما هذه الألوية ليست وطنية وأيضا ذكر بأن العديني هو أحد قادة اللواء الصعاليك على وجه التحديد كما يقول ما رأيك بهذا الطرح خلي يقول أحمد ما يريد أنه على أقال بما يقول لكن ما أجده حقيقة على أرض الواقع أن هذه الألوية ألوية عسكرية تتبع للجيش الوطني ولا يوجد لواء باسم عبد الله أحمد علي ولا لواء باسم سواء لواء الصعاليك يقوله الصديق عزام الفرحان وأنا أعرف كثير من أفراد هذا اللواء هم من الأبناء المقاومة والأبناء الحيارات الذين أعرفهم جيدا وكان لي شرف تسمية هذا اللواء قبل أن يولد لا أعلم من أين يأتي بهذا الكلام ربما لدي حساسيات سياسية وحسابات سياسية ونحن من بداية هذه الحرب من بداية 2015 ندعونا وما زلنا نشدد وندعو ألا يخلط العمل السياسي بالعمل العسكري القبهة لا تحتمل المعارك السياسية مداها آخر المعارك العسكرية يجب أن تأخذ حقها ربما هناك تحسس من هذا الفصيل أو من ذلك كثير من أبناء الشعب اليمنين انضموا إلى هذه الألوية العسكرية وانضموا إلى الأمن هناك اختلالات لا نستطيع نفيها لكن ما هو موجود الحقيقة هناك جيش وطني وهناك قوة ولا نستطيع التشكيك بوطنية هؤلاء الأفراد وهؤلاء القنود وهؤلاء القادة الذين ضحوا كثيرا ونعلم تضحياتهم وتعيز تعلام والشعب اليمني كله على ماذا قدمت هذه الألوية من تضحيات نعم طيب دكتور فيصل بالعودة الآن إلى ما حدث مؤخرا والاتفاق كما تعلم كانت توجيهات المحافظة في الأيام الماضية هي الإصدار بالنزول الحملة الأمنية من أجل استعادة مؤسسة الدولة ثم بعد ذلك يقول بأن هناك تصفية حسابات وكأن هذه الوحدات التي تم تكليفها للنزول واستلام مؤسسة الدولة غير شرعية كيف يمكن فهم الأمر وهذا الطرح هناك تناقض في بيانات المحافظ هناك بيان سابق بالنزول وبيان بالتهدئة وبيان بالاستمرار مع عدم إشراك فلان أو علم هناك تناقض واضح هذه الحملة الأمنية إذا لم ينقح بها المحافظ للأسف ستكون تعز غنية عنه عن خدماته إذا فشل في هذه المهمة لن يكون أمامه الكثير الذي يقدمه لتعز ربما يتم الاستغناء عنه والشرعية أيضا ليست غافلة عن ما يقري الآن في تعز المحافظ تحت رقابة الحكومة وتحت رقابة الشرعية الألوية يجب أن تتعامل مع المحافظ في تنفيذ المهمة العسكرية هل تشك بأن المحافظ غير مخلص لهذه الأوامر التي وجهها بسعادة الدولة ودعم مؤسسات الدولة الأميون العسكرية عفوا أخي الكريم أنا لا أشكك في إخلاص أحد ولكن هناك قدرات لكثير من الناس ربما إذا كان لا يمتلك القدرة في إدارة التعز في هذه المرحلة فليذهب إلى ما يريد ويجد له عملا آخر تم تكليفه بالعمل فلينقذ فليقم بما وضحت هذه المقطة نعم أستاذ أحمد الوافي إذن من خلال التناقض في البيانات والتوجيهات التي قام بها محافظ تاعز كما يقول الدكتور فيصل يعني يظهر مدى عجز المحافظ وعدم قدرة على إدارة المحافظة في هذه المرحلة ما رأيك أنت؟ هل فعلا هناك عدم تمكن من المحافظة في إدارة تاعز بهذه اللحظة وهذه الأوضاع الصعبة التي تمر فيها؟ بالعكس المحافظة لا يتحمل وزر الأخطاء العسكرية والأمنية التي تراكمت خلال ثلاث سنوات وتكونت مشاكل كبيرة جدا جدا كانت نتائجها بأن هذه الانفقار الأخيرة الذي هو طبيعي جدا وليست نهاية وهي وضع طبيعي للعمل خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية خطاب الأخ المحافظ ليس تناقض لكنه أكتشف بالفعل من طراف معينة تستخدم ربما توقيهاته وكان هكذا يقرأ البيان من القارئ الحقيقي له وليس فهم كما يرى الشخص على حسب الله هو أكتشف بأن هناك تصفية حسابات وهناك أطراف معينة أرادت أن تستخدم هذه التوقهات الحقيقية لاستعادة مؤسسات الدولة وعملها لأغرض تصفيات وإزاحات طرف معين كان المحافظ يستطيع أن يقول إذا كان يعي تماما بأن لديه مؤسسة أسكرية وأمنية حقيقية دعنا استكمل هذه النقطة المحافظة كان بإمكانها أن يقول لقد تمرد الأخ أبو العباس على المؤسسة الأمنية والعسكرية التعامل معه بحزمه على الشارع أن يخرج لأن ينتفض لمؤسساته واستعادتها لكنه يعرف الخلل الحقيقي وأنه تسرع ربما في إعطاء توقيهات لجهات قبل إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية وعمل التغييرات للقيادة التي فشلت طوال ثلاث سنوات وإبعادها لدرء الخطر عن تعز طيب إذن بهذا الاتفاق الذي حدث اليوم بهذا الاتفاق الذي حدث اليوم سؤال أخير فقط هل سيقطع الطريق أمام كل المؤامرات التي تحاك لتعز ودخولها في صراعات واقتتال أهلي فيما بين الفصائل المسلحة في المدينة أعتقد ما سيقطع الطريق أمام كل التكاهنة هو عمل هيكلة حقيقية للمؤسسة العسكرية والأمنية وعمل تغييرات قذرية وعدم إبقاء هذه المؤسسات بيد طرف معين حتى يستخدم اسم الجيش الوطني ويطلق على الآخرين بأنهم فصائل بينما هم لا يختلفون تماما عليه قد ربما يكونوا أكثر صدقا وأكثر وضوحا للمجتمع اليمني بأنهم يعني مسميات كتائب بينما هو يستخدم البزة والمؤسسة العسكرية لممرة تمر المخططات طيب الدكتور فيصل أيضا في أقل من دقيقة أختم بها منك الآن هذا الاتفاق هل سيقطع كل التكاهنات التي توقعت بأن تعز تتحولت إلى صفح ساخن واقتتال وصراعات داخلية بين أبناء تعز وأيضا فصائل الجيش والمقاومة فيها ربما لن ينقع هذا الاتفاق لأسباب موضوعية لكن تعز ستنقع في الحصول على أمنها وعلى استقرارها وعلى حريتها هناك بعض الدعوات المناطقية والحزبية التي تؤوي فصائل الإرهاب تحت إطارها المعين هذه الدعوات لن تبقى طويلا ستنتصر تعز على الإرهاب وستنتصر على المناطقية وعلى الدعوات الحزبية الهشة التي ترى أن كل هذا الجيش الوطني هو فصيل واحد وهو يتبع حزب واحد هذا كلام عارن عن الصحة أبناء تعز أكبر من الأحزاب وتعز أكبر من الأحزاب وأكبر من القيادات وأكبر من المحافظ وأكبر من فيصل ومن أحمد الوافي ومن أخي بشير شكرا جزيلا لك المحلة السياسية الدكتور فيصل علي كنت معنا من كل الأنبور والشكر أيضا للصحفي أحمد الوافي كان معنا من عدن شكرا لكم مشاهد إكرام على حسن المتابعة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة كما هي لكم من بشير الحارتي حتى الملتقى بحلقات جديدة من فضاحر بنفس الموعد ونفس الزمان السلام عليكم اشتركوا في القناة